وتنضم إلينا من الخرطوم مراسلة الغد سهام سعيد سهام ماذا يريد المتظاهرون؟ نعم المتظاهرون كما يقولون ويردون دائما منذ أكتوبر الماضي أنهم يريدون سلطة مدنية كاملة وبعد هذا الاتفاق الذي حدث بين الفريق الورهان وعبدالله حمدوك أيضا هم يعارضون الآن هذا الاتفاق أو في مقولة أخرى يقولون بأن الاتفاق لا يعنيه باعتبار أنهم حينما خرجوا إلى الشارع هم ينادون بالمدنية الكاملة ولم ينادوا بعودة حمدوك أو غيره إذن هم مستبرون في احتجاياته من أجل سلطة مدنية كاملة يتسلمها المدنيون كنا في المواكب قبل قليل لاحظنا أن اليوم خرجت مواكب كبيرة كانت هناك استجابة كبيرة فبقيت مدن السودان للخروج وخرجت مواكب في مدن كثيرة في السودان هذه المرة والملاحظ أيضا أنه حتى الآن لم تريد تقارير عن استخدام للعنف من قبل أجهزة الأمنة تجاه المتظاهرين فقط هناك الغاز المسيل للدموع في بعض المناطق تم إطلاقه منها أمدرمان ومنها بحري ولكن بصورة عامة المواكب يبدو أنها مرت بسلام مع ذا بعض التقارير تتحدث عن اعتقالات في بعض المدن السودانية خارج الخرطون طيب التعينات الجديدة بالنسبة لتعيين نعم كنت سأسأل عن هذا تعينات الجديدة التي قام بها المجلس أو مجلس السيادة في أي إطار جاءت بالتحديد نعم جاءت في إطار استكمال هياكل الفترة الانتقالية ومنها بصورة خاصة الهياكل العدلية والمؤسسات العدلية والقانونية لأنها ظلت لفترة طويلة دون أن يعين فيها أشخاص يرأسونها المعين أخيرا مولانا عبدالعزيز فتح رحمن هو كان رئيسا للقضاء كان مكلفا منذ فترة طويلة وقد أدى أمامه الفريق البرهان وعضاء مجلس السيادة القسم في المجلس السيادة الجديد ثم بعد ذلك صدر هذا القرار اليوم بتعيينه رسميا كرئيس للقضاء نتوقع أن يتم بصورة متوالية تعيين بقية الشخصيات التي ينبغي أن تعين في الهياكل القانونية والعدلية وهذا يأتي في إطار ما أتى في اتفاق البرهان حمدو كاستكمال هذه الهياكل الانتقالية خاصة القانونية والعدلية قبل هذا الاتفاق الفريق البرهان لم يكن يعلق على الاحتجاجات بصورة عامة الآن حبد الله حمدوك استبقى الاحتجاجات بالأمس بأنه التقى بقادة الشرطة على مستوى السودان وعلى مستوى ولاية الخرطوم وشدد على ضرورة أن تتم هذه الاحتجاجات بسلام دون أن يتم التعامل معها بعنف من قبل الأجهزة الأمنية ويبدو أن هذا كان اختبار ومحاق حقيقي اليوم ويبدو أنه تم الالتزام بصورة كبيرة جدا بهذه التوجيهات نذكر أيضا أنه بخصوص التعيينات ذكر أنه اليوم في مجلس السيادة تم تكوين لجنة برئاسة الفريق حمدان دقلو حمدتي لنائب رئيس مجلس السيادة بالنسبة لشرق السودان طبعا شرق السودان لديه مشكلة كان الناظر تيريك يتارك بإلغاء مسار دارفور في اتفاق جوبة تم تكوين هذه اللجنة يبدو أنها ستنظر في مشكلة شرق السودان وأيضا من خلالها سيتم تعيين الشخصية الأخيرة في مجلس السيادة المقعد المخاصة لشرق السودان شكرا جزيلا لك سهم سعيد مراسلة الغد كنت معنا من العاصمة الخرطوم